يتحقق بعض التقدمات اللابس فيها خاض جميع الحروب ونجا منها لكن الخطر الأقرب كان قرب رأسه لم يكن أكثر أعداء الجنرال الذي استبسل من اليوم الأول للدفاع عن مدينة تعز يظن بأن نهاية تاريخ العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع قد تأتي من أقرب الناس إليه حتى الآن تتحدث الأخبار على أن الحمادي توفي متأثرا بإصابته بعد أن تعرض لإطلاق نار من سلاح شقيقه في مسقط رأسه بمنزله في مدرية بني حماد بينما لا تزال الأسباب غامضة والحديث عن التفاصيل يخضع للتحقيق كان الحمادي واحدا من العسكريين البارزين الذين قادوا المعارك ضد ميليشيا الحوثي طوال أربعة أعوام بل إنه أول قائد قرر مواجهة الترسانة العسكرية التي توحشت ضد مدينة تعز في شهر مارس من العام 2015 في الوقت الذي سلم معظم القادة العسكريين المعسكرات إلى الميليشيا تسلح الحمادي مع رفاق السلاح بالحق والقضية رغم ضعف الإمكانات العسكرية ومعها كانت ميليشيا الحوثي تتعرض لأول ردود الفعل المقاومة وكان ذلك إذانا بإشعال ثورة الرفض للمشروع الإمامي الجديد آمن الحمادي كما قال مرارا بالإرادة القوية والإيمان الأمر الذي جعله مؤمنا بأن النضال لن يأول إلا إلى أصحاب الحق وهو ما تحقق بحسم المعركة في ريف محافظة تعز التي أجبر الحوثيون على الانسحاب منها بعد معارك كان يقودها العميد بنفسه ينعي اليمنيون اليوم واحدا من رجالهم الاستثنائيين رجل كان قد سحرهم في زمن كان الرجال البلاد قد أغلقوا أبواب منازلهم عليهم مؤثرين السلامة بينما كان كثير منهم يفرون إلى خارج البلاد ليصطع نجم العميد الحمادي في سماء اليمن المظلم ترجمة نانسي قنقر